أكد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقره بأبو ظبي برئاسة معالي دكتورة أمل عبدالله الكبيسي رئيسة المجلس واناقش خلالها موضوع التنفسية والإحصاء أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة الاتحادية للتنفسية والإحصاء والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لدعم ومتابعة الأداء الحكومي في تنفيذ مؤشرات التنفسية العالمية وحث الجهات الحكومية على سرعة إصدار التشريعات المطلوبة لتحسين وضع الدولة في مؤشرات التنفسية العالمية وطالب المجلس في توصيته التي قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس لإعادة صياغتها طالب بدعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة